ثرت فيه الفتن وتعددت وسائل الغفلة وانشغلت النفوس عن الطاعة الموعظة هي زاد القلوب ولباسها والتذكرة هي دواء النفوس وطمأنينة القلوب زاد القلوب برنامج نحاول من خلاله أن نجمع وأن نقتني مفاهيم الرقائق وقيم الحقائق سنكون معكم بحديثنا وأصواتنا فكونوا معنا بمسامع قلوبكم وجمال صبركم لنعيش معا في بستان الهدى ونتريض في حدائق التقوى وساعات الرضا أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى زاد القلوب يقدمه الشيخ خليل التائب ويستضيف فيه فضيلة الشيخ سالم جابر يأتيكم كل أحد عند الساعة السابعة وخمس دقائق مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة يوم السعادة عندما تجني الثمر قل للذي أضناه للمجد السهر حياك الله شيخنا اليوم نتكلم عن موضوع مهم وموضوع فيه من العجائب وفيه من الغرائب وفيه من اللطائف ما الله عز وجل به أعلم ألا وهو موضوع المحبة في الله نحن لازلنا مع عنصر المحبة ولكن اليوم خصصنا المحبة في الله والحب في الله بين أهل الإيمان وبين أهل الإسلام وبين الجيران وبين الإخوة وبين الأصدقاء فماذا تفيدنا في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وشفائها من عللها وأسقامها الحبيب المحب اللهم صل وسلم وبارك عليه أن نتكلم عن محبة المؤمنين بعضهم لبعض في هذا الزمن وفي هذا الوقت وفي هذه الآونة وبهذه الظروف وبهذه المتراكمات أمر والله عجيب يحتاج منا إلى نداء قوي بصوت جهوري بعد هذه الحروب والضغاء والمآسي وبعضها ما زالت مشتعلة ويذكى أوارها من الخارج أو من الداخل في اليمن والشام وكادت أن تندلع في تونس وبدأت تلفظ أنفاسها في ليبيا وكثير من بلاد الإسلام بين مسلم ومسلم سميه بين باغ وغير باغ سميه بين ظالم ومظلوم يحق للمنادي أن ينادي بصوت عال أين النفوس الرحيمة أين القلوب السليمة أين المودة والإخاء أين الصفاء والنقاء أين الأخوة في الله هكذا هو حال المسلمين هذه صفات أهل الإيمان هل هذه البلاد بلاد التوحيد وبلاد القرآن هل هؤلاء قرأوا وسمعوا ورأوا إنما المؤمنون إخوة هل هؤلاء عرفوا والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم فوالله إن القلوب لعطشا لنزول غيث المحبة عليها ووالله إن النفوس لضمأها لترى قطارات الود وما أجمل أن ينزل غيث المحبة على قلوب المؤمنين فيتآخوا اثنين مليار كما تآخوا في مسجد المصطفى مهاجرين وأنصار نعم نعم شيخنا لو أننا تكلمنا عن المحبة وهي يعني هل هناك اجتهاد من الإنسان في أن يجد محبوبة والإنسان الذي يثق فيه أم أن الأمر توفيق من الله عز وجل في هذا الأمر أولاً هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن حرف استدراك ألف بينهم لكن هل التأليف من الله له أسباب هل هذه القلوب تصلح للتأليف هل هذه النفوس تصلح للمحبة كل ذلك يحتاج منا إلى بذل جهد لأن الله جعل لكل شيء سبب كما أنه جعل لكل شيء قدر فلا بد أن نجمع بين الأمرين فنسأل الله أن يرزقنا محبة الصالحين وأن يكثرهم الأمر الثاني أن يقدر لنا أن نحبهم كما يحبوننا وبالتالي نستطيع أن نجمع بين الأمرين لكن اقتناء لا بد منه البعث لا بد منه لو أننا نتوقفنا قليلا الإمام أحمد ومن هو الإمام أحمد نعم ماذا قال عن الإمام الشافعي أحب الصالحين ولا استوينهم فهل هنا يعني كيف يعني حسب نفسه أنه ليس من الصالحين أم أنه تواضع أم ماذا هو الإنسان دائما يغمط حق نفسه يغمط نفسه هذا هو التقي يرى نفسه أقل شأنا لأن من رأى نفسه أعلى مقاما يفتر في العبادة وفي الطاعة وفي المحبة سبحان الله الأمر الثاني هو كان شيخه فزاد على الإمام أحمد بأنه معلمه تقدم ومن علمك العلم الشرعي هو أعلى منك رتبة لأنه نقل إليك علم الشريعة من قلبه ومن عقله ووضعه في قلبك وفي عقلك لا بد أن يكون له شيء من الرتبة هذا الأمر الأول الأمر الثاني إن لم تكن من الصالحين كأنه يقول لنا الإمام أحمد يتكلم على ألسنتنا وليس على لسانه لأن المعلم أو الإمام دائما لا يتكلم على حاله فقط وإنما يقصد غيره فهو ينظر بمرآة الآخرين ماذا يفعلون إن لم تكن صالحين إن لم تكن صالحين إن لم تكن أولياء إن لم تكن صدقين إن لم تكن شهداء إن لم تكونوا أنبياء ولن تكونوا أنبياء فما الحل هل انقطع الحبل وانتهى الأمر لا حبكم إياهم يربطكم مع بعضكم ويجعل معكم المعية أحب الصالحين ولست منهم لكن عاشرته لهم ولذلك رد عليه الشافعي أنك أنت من الصالحين المهم هذا فتح لنا الباب قد لا أكون أنا في مرتبة الصديق فما الحل أحبه إذا أحببته ماذا أفعل أنا أتبعه لأن المحب دائما عينه على من يحب في حركته وسكنته ولباسه وعبادته وطاعته وجوده وكرمه وسخائه وإيثاره دائما عينه لماذا؟ لأن إذا أحببت شيئا لا تحب أن تفارقه عينك لا تحب أن تنتقل عينك إلى غيره فكذلك هذا باب مفتوح وخصوصا أن من يحبون كثر وليست فئة واحدة فالصدقون باب لوحده يحتاج إلى كتب والأنبياء نحن نعلم بعضهم وبعضهم لا نعلمه والشهداء والصالحون والأولياء والأتقياء والأنقياء لكن إذا كنت تريد شيئا ثمينا لا بد أن تتعب في بحثك عنه لماذا؟ لأنك تعلم إذا أخذت ستحافظ عليه وستحبه وستكون لك مقام أعلى فلا تشعر بتعبك في البحث فإذا كنت تريد المنابر من نور وتريد أن تكون في صف من يغبطهم الأنبياء والشهداء فما عليك إلا أن تبحث على من تحب أتدرون أن عمر بن الخطاب وهو من هو قال والله إني أعرف ألف رجل كل من أعرف اسمه وقبيلته وواء لأني أحبه فكثروا أعبابكم ينفعونكم ينفعونكم في الدنيا نعم بدعائهم بدعاء القلوب التي لا تنطق بدعاء الدماء التي تجري في عروقهم لأن الإنسان إذا أحب يحب بجسمه كله حتى الآين لها تأثير في قضية المحبة هل ينفعونكم في الآخرة نعم لماذا لن يرتاحوا ولن يطمئنوا إلا إذا كان أحبابهم عن يمينهم في الجنة لا يمكن أن ينسوهم وخصوصا إذا كان هذا الحب لمن لله رابطه لله فلنبعث علماء أهل السنة أهل الفقه أهل القرآن أهل الوعظ أهل الرقائق أهل الخطب أهل المساجد المسجديين أهل الذكر أهل التسبيع قد يكون شيخ فان لم يتعلم لكن مسبحته بيده لا تسمع منه إلا الحمد لله وهو في الثمانين وقد خارت قواه ورق بدنه وانحنى ظهره وضعف بصره ودخل ودخلت الأمراض والعلل ألا تحبه يا الله ألا تحبه وهو يذكر الله باستمرار ألا يحب من أجل أنه يذكر الله باستمرار تأكيد فلذلك تنوع عندما تدخل المسجد تجد شابا وتجد طفلا وتجد شيخا هرما وتجد عالما وتجد غيرا أنا أريد منك أن تكون كالتازر الماهر لا يكون له مجر واحد أو سلعة واحد تكون له كثير من البضائع ما أجمل أن تحب طفلا لله وأن تحب شابا لله وأن تحب شيخا مثل جدك لله ما أجمل أن تحب رجلا لأنه يكثر من النوافل تراه ما أجمل أن تحب رجلا تراه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج المسجد ما أجمل أن تدخل مركز التحفيظ فتحب ذلك الشيخ الذي لا ينطق إلا بالقرآن نعم الناس الآن تحب من يلبس جيدا ويركب جيدا ربما يحبون من يغدق عليهم بالمال وربما ليس مالهم فهل هذا حب في الله يعتبر الحب مطربين مغنيين ممثلين نعم الحب بابه واسع هو ميل من القلب بسبب شيء من الائتلاف قد وقع أو من الألفة أو من التوافق لذلك أحيانا أصحاب الصنع يحب بعضهم بعضا لكن الحب في الله مقيسة صعبة لأن هذا الرجل الذي يغدق علي بالمال وأحبه الآن أحبه لأنه يأتي إلي بربطة الألف أو الألفين لو أصبح هذا الألف مئة يزيد الحب أم ينقص ينقص تسعم مئة لو غاب سنة في تلك السنة إثنى عشر شهرا يزيد أم ينقص ينقص إذن هذا حب للمال سبحان الله يزيد بزيادته وينقص نقصه وينقطع بانقطاعه لكنه سمى حب لا نريد أن أخذ منك هذا اللقب دعك أفعه على قدر البذل نعم لكن الحب في الله ليس لأنه يعطي هو الإعطاء يفتح باب المحبة لكن يا أخي سقه من باب محبة المال إلى محبة الرحمن تحبه لأنه ينفق في سبيل الله ولو أنفق هذا المال لغيرك لأحببته تحبه لأنه كريم ولو كان كرمه لغيرك لأحببته تحبه لأنه يطبق أوامر الله في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون تحبه لأنه أنه هو الذي يعمل بهذه الآية فما علينا إلا أن نصحح مفاهيم الحب في قلوبنا لا نخرجها تبقى كما هي لكن نحولها من محبة الدينار أو الدولار أو الدرهم أو المال إلى محبة تجمع المؤمنين محبة العزيز الرحمن لذلك تبقى ولا تنقطع وتزيد ولا تنقص سواء أعطاني أم لم يرد آه نعم إذا كان زادت هذه هي المحبة في الله الحقيقي هي التي لا ينقصها الجفاء ولا تزيد بالعطاء سبحان الله شيخنا لو أننا توقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحان الله كأن الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيء سبحان الله رجل يأكل لكن لا يستطعم الأكل لا يتذوق نهائي هل تلذت؟ كورونا لم يتلذت كأنه مصاب بكورونا نعم فما بالك إذا بقيت معه سنين سبحان الله فالآن نسأل نحن هل ذقنا فعلا حلاوة الإيمان؟ يعني عفوا الشيخ لو أننا وجدنا إنسان يعني سألناه في عقيدته سألناه في بعض الأمور وجدناه مؤمنا هل هذا يختلف على من ذاق حلاوة الإيمان؟ نعم الإيمان كالطعام أكلته لكن أنت تذوقه وتتلذذ بتذوقك المريض لا يتلذذ حتى بالماء ولذلك ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة سبحان الله حتى الماء ها الماء هو مش مر ما حلو لكن يرى هو مر هو شرب الماء متوفر لهو الإيمان وشرب أو لم يشرب؟ شرب لكن السؤال هل تلذذ بهذه الحلاوة؟ لم يتلذذ فلذلك نسأل أنفسنا كم عام إشنا؟ هل ذقنا فعلا حلاوة الإيمان؟ لأن من ذاق حلاوة الإيمان ما ينقص الإيمان عنده بل في كل ثاني معدل الإيمان يزيد كمن ذاق شيئا حلوا وهو أمامه هل يتركه؟ أبدا يكرره فجعل حلاوة الإيمان في محبتين في الحديث وحتى الثالث نوع من المحبة حين الثلاثة الأولى محبة الله ورسول لأنها هي الرابط بدونها كأن أجهزة بدون كهرباء أجهزة موجودة لكن كهرباء ما فيه ما تشتغلش هذه هي الطاقة محبة الله ورسول بعد ذلك تستطيع أن تجعلها في محبة مؤمن ومؤمن يشتغل الجهاز فلذلك لا يحب المرء إلا لله فإذا أحبه لغير الله يسمى حبا لكن ليس حب الإيمان ليس حبا في الله ليس حبا له لذة المحبة وذوق المحبة أما الآخر وهي قضية مهمة أن يكره من أحببته لو فعل معصية تكره منه جانب المعصية وتنقص المحبة هذا هو الحب في الله كلما ازداده وفي الطاعة ازدادت المحبة كلما نقص في الطاعة تنقص المحبة مع الشفقة طبعا مع بالإمكان أن تنقذه لأن من محبتك له أن تبعده عن النار ما أمكن وتقربه إلى الجنة فلذلك هنا قال يكره أن يعود في الكفر يعني عنده النار أن يقع فيها أهون عليه من أن يقع في الكفر ويترك الإيمان الرابط لكل هذه المحبة هو الإيمان التذوق صعب أن تصفها للناس من الصعب لا تستطيع أن تصف لذة الري للأطشان بالكلام ولا لذة الجمع لمن لا يعرف ولا لذة النوم لمن لا يعرف ولا لذة الشبع لمن لا يعرف إذن في أمور لا تصف وإنما تتذوق لا بد أن يمارسها الإنسان فترقى يا أخي في المحبة واجعل حبك خالصا لصاحبك واجعله حبا لله ثم تذوق هذه المحبة والله لو أحببت أهل المسجد جميعا الذين حضروا الجمعة ثلاثمائة فيصبح لك ثلاثمائة أخ حقيقيين إنما المؤمنون إخوة إخوة ويصبح لك ثلاثمائة حبيب ويصبح تحبهم كما تحب نفسك والمرء مع من أعب كأنك تحولت أنت إلى ثلاثمائة نسخة هل تكره نفسك؟ أبدا تكره جسدك تكره وجهك تكره ثيابك أبدا هم كذلك فانظر إلى الإسلام ما رأيت تشريعا أو قانونا أو فلسفة أو فكرا يجعل المحبة دين الله أكبر بل يبنى الدين عليها لا يؤمن وحدكم من قالها المصطفى؟ لمن؟ لمن يسمع؟ هل سمعناها؟ هل وعيناها؟ هل عرفناها؟ هل هذه الكلمة تبقي حقدا في القلب؟ على مؤمن؟ أو غيظا؟ أو حسدا؟ أو لؤما؟ أو مكرا؟ أو خداعا؟ أو غدرا؟ أو خيانة؟ أبدا مخيفة لا يؤمن وحدكم حتى والناس واقفون الآن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فربطها بماذا؟ بالإيمان فإذا كان نريد أن نتكلم على المحبة لا نجد مهما كتب الكتاب ومهما قننوا لنا لا نجد مثل هذه العبارة أن تجعل المحبة بين القلوب دين فإن أردتم أن تعودوا إلى دينكم فما عليكم إلا أن يحب بعضكم بعض يا الله شيخنا لو أننا تكلمنا على صفات من تجب محبتهم ومؤخاتهم خاصة أن يكون عاقلا أن يكون ذو خلق حسن أن يكون عابدا لله عز وجل كذلك الابتعاد عن المبتدعة وأصحاب الأهواء وكذلك الابتعاد عن الحريص على الدنيا فاقرب موعد الفاصل فربما نختمها بهذه الكلمات للإمام علي بن أبي طالب فقال فلا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه فلا خير في صحبة الأحمق ولا الذي لا يستوعب والذي لا يفهم فهؤلاء كلهم يعني يعتبروا يعني حجر عثرة في الأخوة في الله وفي المحبة في الله فأحباب الكرام ربما وصلنا إلى هذه اللحظة وهي الخروج إلى فاصل فنخرج فاصل ثم نعوذ شكرا 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 أحباب الكرام ها نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج زاد القلوب مع فضيلة الشيخ سالم جابر فحيا الله في هذه الأمسية الطيبة أحباب الكرام من أراد أن يتواصل معنا في عنوان الحلقة المحبة بين المؤمنين فعليه أن يتواصل معنا على الرقم 091-034-9191 أو على الرقم 021-360-105 ونتمنى من الإخوة أن يكون اتصالهم في نطاق الحلقة شيخنا لو أننا أخذنا نموذج من نماذج الصحابة في الحب في الله نعم أبرز نموذج هو سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء مكة وخرج ولم يأخذ معه شيء لا مال ولا بيت مهاجرا وصل إلى المدينة ليس له شيء نعم فاستضافه سعد بن الربيع وآخر رسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه فانظر ماذا فعل المهاجر وماذا فعل الأنصار وهذا المشهد يتكرر في كل بلد وفي كل زمن في مهاجرين وفي من يحب المهاجرين وفي من يكره المهاجرين فعبد الله بن عبي كان لا يطيقهم حتى يقول هؤلاء المكيون الذين غزونا ما نريد منهم فماذا قال سعد بن الربيع قال يا أخي انظر إلى أحسن مالي فأقسمه معك نصفين سبحان الله وأطلق إحدى زوجاتي فتتزوجها أنت والكلام في الصحيح يعني حديث صحيح هل سمعتم برجل جاءه مهاجر فعل معه هذا في زماننا سبحان الله كم مهاجر من اليمن كم مهاجر من الشاب كم مهاجر في ليبيا كم مهاجر داخل الوطن ومهاجر خارج الوطن ألا يوجد في هذه المدن التي هاجر إليها الناس أمثال سعد بن الربيع ألا يوجد من يخلف سعد بن الربيع في هذه المكارم وهذه القيم وهذه الهامات العالية والله قل نظيره بل ربما عدم لا يوجد فهل مسحنا دموع المهجرين وخفضنا الآجار وحييناهم بالسلام وتسمنا في وجوههم أم يعيشون أكثر من عشر سنوات أو سبع سنوات غرباء تخيل تعيش في مكان سبع سنوات كأنك سجين غريب لا يكلمك أحد الكل ينظر إليك نظرة مريبة غريبة لا تجد الحنان ولا المودة أما سعد بن الربيع ففتح كيسه فتح خزانته فتح ماله بل أراد أن يزوج إحدى نسائه بعد أن يطلقها وتعتد ألا نتعلم من هؤلاء كيف تكون الرجولة وكيف يكون الإيمان بل كيف تكون محبة المؤمن للمؤمن فبماذا يجيب عبد الرحمن بن عوف إنه رجل ذو عزة ووالله كثير من المهاجرين لهم عزة نفس في كل زمن قال بارك الله لك في مالك وأهلك يا أخي دلني على السوق فدخل السوق فانتزع زمام التجارة هو وعثمان بن عوف زمام التجارة الدولية إن صح التعبير من اليهود وأصبحوهم سادة السوق وهذه رسالة لكل مهاجر ما عليك إلا أن تدخل السوق وسترى دخله بالصدق والأمان والتوكل على الله الله أكبر وستكون لك مكانه هذا هو الدرس نعم معنا اتصال الحاج يونس أهلا وسلام بيك سلام عليكم سيد محمد خليل أهلا وسلام بيك حاج يونس أسهد الله ما ساكوا تحية طيبة للشيخ الفاضي الشيخ سالم جميع المنبر الطيب ونصل الله بها الغيط النافع أن يبارك بجهودكم وأن يؤلل في قلوبنا ويدعب عننا الأحقادة والضغاين يا كريم أعرف آمين يا رب العالمين يا معك الشيخ ونشهد الله أن نحبكم في الله إن شاء الله وجميع علمان ونحن كذلك الله فيكم ولولا الله ولولاكم يعني هالأنوار وهالكلام الطيب الحقيقة نشهد الله أن يقع في غلوب يعني الحديث العظيم يعني زي ما اتكرر حضر لك بالحب الله يليت فعلا نحن والله اتمنى الشيخ سالم نزيدي يحاول يلامس هالقلوب المتحجرة اشتحضرني الحديث انت منك لديناره وجدت قصرة من قلبك وحرمان فلسطة فتركت يعني انك تكلمت تكلمت في من عليك فتركه تسلم وفعلا والله نشوفه في جفاء من الناس المواجهة والناس المضطهدة والناس المغلوبة العمراء والحديث من لم يهتم من المسلمين ما بالك قواتنا في الدين وفي الجراء أنا شاء الله أن نردت قلوبنا ونحلنا لبعضنا وبرك الله فيكم ونحشرنا ما سيدنا وحبيبنا وقيدنا ومحمد الله صلى الله عليه وسلم وليكون عون في جميع الناس اللي يعلم الله بحالة إن شاء الله بارك الله فيك حاج يونس جزاك الله كل خير إن شاء الله من تعليق على الحاج بارك الله فيه هو حقيقة نحن لا نقصد حتى بالمحبة المالية دائما هناك محبة معنوية أين هي بين القلوب نحن نريد من المؤمن أن يحب 2 مليار كيف يستطيع أن يحبهم إذا كان المهجرين الذين هم جيران أو إلى جانبه هناك جفوة بينهم فلذلك نحتاج إلى مراجعات مقام المحبة في قلوبنا إلى أين من نحب ومن نكره ما سبب محبتنا وما سبب كرهنا نحتاج أيضا إلى مراجعات هذا الإيمان الذي هو كامن في قلبنا هل هو مفعل أم أنه معدوم ما تفعيله الطاعة نعم معنا الأخ عبد الحكيم أهلا وسهلا بك السلام عليكم عليكم السلام معرفة الله بك معرفة الله بك معرفة الله بك حياك الله أخوي خليل وحيا الله الشيخ الفاضل الشيخ سالم جابر وكل ما شايخنا وعلمانا بارك الله وفيكم وجزاكم الله وكل خير ويرحم الأمامة لجابتكم إن شاء الله والبرامج الشيقة والطيبة لتفيد أمة الإسلام وخاصة اللي بين مغيبين على 42 سنة معرفة الله بك وهو سبحان الله حديث الحب هذا سبحان الله ثم كلمتين بنقولهم سبحان الله يا أخي خليل للشيخ جابر وللناس الطيبة هو اللي حب الله عز وجل حب بتاع إبادة لأن الله لا يقبل إلا طيبة هذا الله عز وجل شوف ربي سبحان الله لا يقبل إلا طيبة وطيبونها للطيبات وخبيتونها للخبيتات تبارك الله وفيتكم وجزاكم الله وكل خير وربي نوركم ويبشرنا بشارة خير وربي دائما يثبتكم على الصراط المستقيم ويحفظكم من حفظه التام بعيني الذي لتنام ولكت الرحمن وللتكم مباركة إن شاء الله ودائما برامج القيمة لدها أهداف لأبناؤنا المستقبل للجيل الطيب علي أمه محمد والسلام عليكم وعلى الله وبركاته محارك الله وفيتك رزاك الله وخير المشاركة الطيبة شيخنا أخ عبد الحكيم ذكر حبب فيه عبادة كأنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض لو أن ربطناه مع قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف هذه إجابة لسؤالك الأول هل المحبة تأليف من الله كيف يتم هذا التأليف ينادي جبريل الله أكبر فيحبه أهل الأرض فيصبح حبيبا لأهل الأرض هذه منحة من الله لكن لها أسباب ما هي؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فلذلك حقيقة يعني درس عبد الرحمن بن عوف ودرس سعد بن الربيع درس مهم في حياة الأمة لأن هذه المحطات ستتكرر ونمر بها ونقف عندها والسؤال ماذا فعلنا؟ هل فعلنا مثل فعلهم إذن حصل الاقتداء وتكون المعية أما إذا عكسنا وجدنا الجحود ووجدنا البخر ووجدنا الأنانية بل وجدنا الاستغلال بل وجدنا استغلال الفرص إلى أسوأ حال فتزاد الإجارات ويحصل ما يحصل أنا لا أقول هذا الكلام لكل الناس والله هناك ناس في بلادنا أو في سوريا أو في أي مكان يحبون المهاجرين ويعطفون عليهم ويطرقون بيوتهم ويسألون عن أحوالهم ليس كل شيء الأمر ليس كله ماد لا حيانا أنا لا أريد مال أنا أريد منك ابتسامة فقط أريد منك أن تعرف أني أخ لك في الله في الإسلام هذا هو الذي أريده أريد رابط ربطها القرآن لا تقطعها أنت فنحن في حاجة حقيقة إلى أن نراجع أنفسنا في قضية المحبة كيف إذا كانوا جيران لابد أن معدل المحبة يرتفع نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ الذي قال أبو إدريس الخولاني دخلت مسجد دمشق فإذا بمعاذ بن جبل رضي الله عنه فسلمت عليه فقلت والله إني لأحبك في الله هذا بسبب أنه في اليوم الأول وجده يعني يستشيره الناس ويفتي لهم فإذا بمعاذ بن جبل يعني يقول آه الله قال آه الله فرد عليه قال آه الله فقال آه الله يعني يقسم له فيرد فيقسم عليه فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر معاذ هذا رضي الله عنه يشد أبو إدريس الخولاني مع ثيابه فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واجبت محبتي للمتحابين فيها واجبت محبتي للمتجالسين فيها واجبت محبتي للمتباذلين فيها واجبت محبتي للمتزاورين فيها نعم ما تعليقك على هذا الحديث وهذا الموقف أولا أدريس كان ذكيا الخولاني نعم الناس كلها تدخل المسجد وحيانا تجد شيخ يلقي في درس وتخرج ولا تلتفت إليه حتى تجد من يحضر الدروس عشرة ثمانية لكن هذا ذكي جدا لماذا تابع الموضوع فهل أنت فرغت جزءا من وقتك لتتابع الموضوع هناك مكان في القلب خال تريد أن تضع فيه شخصية من هي هذه الشخصية شخصية حية موجودة على الأرض يجدها في المسجد يجدها في درس في بوعظة فعلم أن الناس يتكلمون ويتعلمون ويعلمون لكن إذا اختلفوا في أمر اجتمعوا عند معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالحلال والحرام فهل نحن فعلا قلوبنا تحب أعلم الليبيين بالحلال والحرام أم تبغضه وتكرهه هل أحببت فقيها قد ألان الله له الفقه كما ألان لداود الحديد سبحان الله هل أحببت فقيها لا يتكلم إلا بالقرآن والسنة والدليل هل أحببت فقيها لا تأخذه في الله لوم تلائم ولو انقلب الناس كلهم ضده الفقه موجود لكن من يحبه يبغضه هناك من هم عكس إدريس الخولاني لا يحبون معاذ لأن معاذ يتكرر وإدريس الخولاني يتكرر وغيره يتكررون فاقترب منه فأخذ وهذا التعبير الشكلي جذبه وقال إني سمعت الرسول صلى الله جعل المحبة لمن؟ المتباذلين المتزاورين المتحبين المتزاورين المتزاورين أربعة إذن هناك أبواب وأسباب الزيارة البذل المحبة العطاء حتى الجلوس قال لك نعم للمتجالسين فيه نعم متجالسين فهل نستطيع أن نجعل زيارتنا لله جلوسنا لله بذلنا لله محبة محبتنا لله كيف؟ أن نحب من يحبهم الله لذلك إدريس الخولاني يعلم أن الله يحب معاذ بن جبل فلذلك اقترب منه كان حسن الاصطياد في الصالحين فهل يحسن أهل زماننا اصطياد الصالحين والتقرب منهم وحبهم؟ كما أحب إدريس الخولاني تحبون أحب معاذ هل تحبون أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الثقوى وأهل الجهاد بنفس المحبة عندها تحتاجون إلى هذه الهزة ويقال لكم أبشروا نعم هناك فضل يعني المحبة في الله عز وجل من فضائل هذه المحبة الاستضلال في ظل عرش الرحمن قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوم القيامة ينادي ويقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي سبحان الله هذا أمر خطير الشمس اقتربت من رقوس الخلائق وبيضة الأرض وصاروا يسبحون في العرق حرارة وخوف وخجل من الموقف لكن هناك فئات لا تشعروا بهذا العر ولا بهذا العرق في ظل في ظل يجعلك الله أو في ظل العرش روايات من السبع الذين يظلهم الله رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه يعدل الإمام العادل مقامه لأن معه نعم فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول أين المتحابون فينا الله يناديهم يكلمهم اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي الله أكبر بالله عليك لو علمت هذه المحبة ثمنها ثمرتها غايتها نتائجها ألا تحرص أن تجمع من الصالحين ما تجمع والله لو خذت مفكرة وكتبت فيها أسماء وأسماء قبائلهم وأعمارهم ومكانهم وعناوينهم ثم زرتهم وتودت إليهم الله أكبر لكان ذلك قليل جدا لأنك في سلعة بسيطة تريد أن تشتريها تسأل أكثر من محل وتأخذ عنوانها وتأخذ رقمها وتأخذ السماء أو العلامة التي عليها أهلية أصلية أم غير أصلية وأحيانا لو استطعت أن تتصل بالمصدر لا تصلت فكيف بمنابر من نور وكيف بمحبة الرحمن وكيف بظل الرحمن يا الله شيخنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال معنا الأخ ساسي السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا لك أخساسي الله يباركيك معادكم الطيب المبارك جزاك الله خير ونسلم على الشيخ جابر إن شاء الله ربي متعب الصحة جزاك الله خير ما عليش بتحكوا على محبة الله نعم قالوا نعم نعم أي غير الصف الشيخ أنا محبة حتى التابعين والأنبياء سيدنا عيسى كل أنبياء يعني سيدنا إبراهيم نعم هذه كلها محبة الإنسان معا منها حب ولا هكني نسمع نعم نعم وحتى التابعين التابعين محبتهم شيخ في نفس المستوى نعم حتى في أجيال نتوى فيتعجب بقض قادة هكذا مسلمين يعني محبين الله تحبهم في الله نفس الأجر نفس الأجر ما دام هؤلاء القادة على الحق وفي الجهاد في سبيل الله ويحبون الله بنفس المكانة وهذا تشريف للأنبياء أن حتى من يحبهم يرفعه الله ويقربهم منه من النبي الله يبارك فيك شيخ لأن الحق الفاتح أنا ما لحبش معاكم نعم حكيت على محبة الرسول الله مصلي والسلام عليهم نفسك على الأسوال هذا محبة التابعين التابعين حتى ليتوى فاجيالنا توى صار نفس المقام الأهم أن يكون تقيا أحب التقي أن يكون تقيا نحكي لك عن المجاهدين المسلمين اللي في عصر نتوى ما في شك إن شاء الله الله نترك شيخ على حاجة باسم عليه شي تجاوبني علىها لأن عندك وقت الله يبارك فيك فالسماع القرآن باهم نحب نسمع القرآن هلبة لكن ما عنديش مقدرة على القرآن مصبحية نقصد نفسيا بشيخ وثاعة البال لكن ديما نحب نسمع القرآن هلبة نفس للاجر السماع القرآن نفس القرآن السماع السماع أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتحل لك الرحمة بالسماع إذا أنت سمعت نزلت عليك الرحمة من الله لكن لا بأس بأن تجمع بين القراءة والسماع ولو جزء بسيط ولو قصار الصور لا تنقضع عن القراءة بالكلية لأن ثواب الحروف أنيط بالقراءة فإن لكم بكل حرف اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها نعم شيخنا مزال خمس دقائق فنريد أن نتكلم عن منابر النور وأن وجوههم وجوه النور وبهذا نختم بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه فجث أعربي على ركبتيه فقال يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا قال قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه يخاف الناس ولا يخافون أي يوم القيامة هم أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي حديث آخر قال صلى الله سلم إن من عباد الله لا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا منهم قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منابر النور ووجوه النور هذا يريد مننا رياضة الروحية وأن ننتقل من هذه المغريات والمفسدات إلى أن نتنقى بقلوبنا كأن القيامة قد قامت والناس فيه خوف وحزن وهم وإذا بقوم على بنابر من نور جالسين قريبين من الرحمن يغبطهم الأنبياء والشهداء ما معنى يغبطهم يعني الغبطة هي أن تتمنى أن تكون مثل فلان لكن لا تتمنى زوال النعمة منه سبحان الله أنبياء نعم وشهداء لماذا عطايا الرحمن الله أكبر ما يقال له لما يفعل ما يشاء يوالله وجوههم من نور وعلى منابر من نور لم يقل أمامهم نور وإنما الوجه تحول إلى نور يشع والكرسي الذي يجلس عليه هذا المنبر تحول إلى نور يشع هؤلاء ما حملهم الله يريد أن يكربكم فلا تسألوا لماذا الأمر بسيط جدا حتى أن العراب عندما سمع هذا الحديث لم يتمالك نفسه جثى على رقبتي ومد يديه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بسؤاله استبشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم كفلقة القمر أصبع قالهم من قبائل شتى نزع لا تجمعهم القبيلة ولا يجمعهم المال ولا تجمعهم مصلحة دنيوية لماذا؟ أحبوا من أحبوه لله لماذا أحبوه؟ لأن في قلبه أجمل كلمة وأجمل نور لا إله إلا الله محمد رسول الله قلب يحوي هذه الكلمة أفلا يحب؟ لا إله إلا الله وجه يسجد لله سبعة يعني أربعة وثلاثين مرة هذه الجبهة وهذا الأمث ألا يحب؟ أحب لسان ينطق سورة الفاتح سبع عشر مرة ألا يحب؟ فهو أخوك تفعل كما يفعل أفلا يحب؟ والله هذه المنابر الآن تنتظركم فتقدمون الجلوس لكن ترقوا بهذه الأرواح أحبوا من كان بعيدا عنكم وأحبوا من كان قريبا لكن ليكن حبكم غايتكم هذه المنابر وهذا القرب لتكون مصلحتكم الرضا ولا شيء غير الرضا هنيئا لمن عرف ولزم وفتح قلبه ليحب اثنين مليار من أهل لا إلهة لا إله أحب أهل الهند وأهل جاوة وصومطرة وأهل ليبيا والمغرب وتونس أحب من هو ليس على شاكلتك افتح قلبك لأهل لا إله إلا الله لعندها تكون على منابر من نور ويتحول وجهك إلى نور صاد بارك الله فيك شيخنا في هذه الدقائق وفي هذا الحديث الشيق فنسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في وقتك ويبارك في علمك ونشهد الله أننا نحبك في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا يوم القيامة على منابر من نور وأن يجعل وجوهنا وجوه نور وأحبابي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ها أنا خليل التايب أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة